بسم الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد سوف نتوجد في قطبان لاداند سوف نرافق بطاطس مصابة في الفران بطريقة مميزة نحتاج 500 جرام لاداند مقطعة قطعة متوسطة بصلة متوسطة سوف نحتاج ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة المطارد بالنسبة للعطرية سوف نحتاج الملح والإبزار الكامونس تحميرها راس الحانوس والقصبر وزيت الزيتون سوف نضيف المقادر بالنسبة للطريقة التحضير سوف نقاطعها قطعة صغيرة جدا بعد سوف نضيف لها الملح سوف نضيف العطرية تقريبا دفعة واحدة سوف نضيف الكامون والإبزار وسكن شبير راس الحانوس والقصبر والتحمير سوف نضيف العطرية تقريبا دفعة واحدة من بعد سوف نضيف الزيتر تقريبا ملعقة صغيرة الزيتر او الزيتر اللي توفر عندكم سوف نضيف نسل في الكمية السلسة الحارة سوف تبقى اختيارية لكم على حسب انتما الجهد اللي سوف نضيف ملعقة صغيرة الموتار سوف نحرك المقادر باليد باش ندمج معايا جيدا من بعد سوف نضيف لها الهبرة اللي مقطعة قطعة متوسطة سوف نحركها مع العطرية والبصل جيدا حتى ندمج مزيان معها ونحس بأنها تشربت مزيان من بعد سوف نضيف ونحتفظ بها على جنب سوف نضيف زيت زيتن لا ضفتها لدند مع العطرية لأنها لا تجعلها تشرب العطرية من بعد سوف نحتفظ بها جانبا تقريبا 4 ساعة حتى نص ساعة وسوف نوجدها معكم بالنسبة البطاطيس سوف نضيف كيلو البطاطيس اللي قطعتها على هذا الشكل قطعة الفريط ويمكن لكم تقطعها مربعات يبقى الشكل اختياري لكم في كسرول اللي قطعتها ونضيف لها الملح ونضيف لها تغلى ومن بعد ما تغلى سوف نضيف لها البطاطيس اللي سوف نسلقهم مدة خمسة دقائق يعني سوف نضيف لهم العطرية ونردهم الفران لا يتعجنوش معايا يعني ضروري أن البطاطيس لا تجعلهم حتى يكملوا الطياب ويتسلقوا بزاف يعني خمسة دقائق كافية أنهم ياخدوا قياس ديال الطياب من بعد أنا غني نوريكم المقادر اللي غني نوجدوهم باش غنشرملوا البطاطيس ديالنا اللي غني نديروه في الفران هاد البطاطيس كيجو رائعين خصوصا للناس اللي كيديروا الرجيم ولي كيبغيو ما كيبغيوش القليب بزاف بالنسبة المقادر غني نحتاجوا ملعقة كبيرة ديال الزبدة ملعقة كبيرة ديال الزيت النباتية غني نحتاجوا الإبزار ثلاثة المعلاق ديال نشاد دورة وملعقة صغيرة ديال الخميرة الفورية بالنسبة للنشاد دورة والخميرة الفورية هما اللي كيعطونا ديك تقرميشة اللي كتكون من الخارج وفي نفس الوقت كيبقى البطاطيس طريين من الداخل أنا من بعد مما صلقت البطاطيس ديالي وصفيتهم وهم باقي نسخان غني نضيف لهم الزبدة اللي قطعتها تقريبا فرقتها قطعة صغيرة باش تتيح بعاية من بعد غني نضيف لهم ملعقة ديال زيت النباتية ملعقة كبيرة ديال زيت النباتية ملعقة ديال الإبزار من بعد غني نضيف ثلاثة البلعق ديال نشط دورة و ملعقة صغيرة ديال الخميرة الفورية غنحرك المقادر مزيان مع البطاطيس من بعد غني نضيف لكم ضروري أنها تكون طيبة نصف طيبة باش ما تكسر معاكم البطاطيس ديالكم يعني كنحركهم بها الطريقة و من بعد غني نوريكم أنا غنوجدوا الواحد الطاوة اللي من بعد غنوجد الزبدة والزيت اللي غني ندوبهم مع بعضياتهم و غني ناخد الطاوة ديالي اللي غني نفرغ فيها الزبدة على هاد الشكل و الزيت غني ندهنهم مزيان من بعد غني نفرغ البطاطيس و غني نحاول نفرغهم على بعضياتهم باش يطيبوا معايا و يتحمروا جيدا من جميع الجوانب غني نديروا مفران على درجة حرارة متوسطة يطيبوا من الفوق و من التحت و من بعد مما يوجدوا معايا غني نوريكم كيفاش النتيجة اللي حصلت عليها غني ناخد معاكم اللي اللي تخمرات و تشربات العطرية كاملها غني نضيف لها زيت الزيتون و غادي نخلطهم مزيان من بعد غادي نصاوب القطبان ديالي كاملين على هاد الشكل حتى نعمرهم و ندير فيهم الكيمية كاملها ديال ديال لادند كيفما كتلكم اللادند يمكن لكم ندير مني نديروا لها العطرية تخليوها ليلة كاملة او يمكن لكم تخليوها تقريبا غي نصف ساعة حتى ربع ساعة نصف ساعة كافية انها تشرب العطرية أما إلا خليجوها ليلة كاملة كتزيد تلداد و تجيه بزيان و تتشرب من بعد غادي نكمل الكمية كاملة هاد يالدند حتى نصيب القطبان ديالي كاملين و غادي نوريكم طريقة كيفاش غادي نطيبهم بالنسبة انا ما غادي نشويهم في الفاخر إنما غني نديرهم في بانيني هنوريكم طريقة كيفاش يجيو في بانيني كيفاش يجيو الطياب ديالهم كيجي رائع والديد بالنسبة لبانيني أنا غني نوريها لكم مدهنتها محتاجة مدهت لها لا زيت لا زبدة ححتاجة لأننا لقد ندرنا لها زيت الزيتون غني نخليهم يطيبوا على هات الجهة ومن بعد غني نقلبهم غني نسد بانيني وغني نخليهم يطيبوا على الجوانب كاملها وانا كنقلبهم حتى كيطيبوا من جميع الجوانب من نسبة لبانيني أنا كنفضلها في لادند على الفاخر لأنها كتخلي القطبان كيطيبوا من جميع الجوانب مقرمشين من الخرج وتريين من الدخل كيبقوا تريين أما مني كنديرهم أنا في الفاخر ما كيعجموني صراحة يقصاحوا ما كيعجمونيش طيابهم في الفاخر هات الطريقة كتبقى مضمونة مئة في المئة وكتدير فيهم كمية كبيرة يعني أنا جربت معكم غي طريقة بسيطة زعمة كمية قليلة ويمكن لكم تضعفوا الكمية بالنسبة للبطاطيس من بعد ما خرجهم الفران من الفران كيجوا مقرمشين على هات الشكل ومن بعد كيمكن لكم تقدموهم غزالين صراحة وسحيين وكيجوا كأن ذكي قليتهم صراحة زوينين في الماداق ديالهم غالي ناخد معكم الادان لنوريكم كيفاش طابوا معايا القطبان هانتم ما شوشتوهم ركيجوا محمرين ومن الشكل ديالهم في البنيني قيبال لكم أنهم طريين يعني كيبقوا التراوة ديالهم كتبقى كيحتافظوا بيها يعني مش بحال الفاخر صراحة هادي كانت الوجبة ديال يوما يمكن لكم أنكم ترافقوها مع سلاطات متنوعة يعني كتبقى وجبة خفيفة إلا بغيتوا تاخدوها لاشا وفي نفس الوقت اللغداء يمكن لكم تضيفو لها سلاطات يمكن لكم تضيفو لها إما العداس ولا اللوبيا يعني كتبقى واحد الوجبة اللي رائعة اضفت لهم أنا لسوس يعني كيمكن لكم نديروا واحد مجموعة ديالسوس وكتضيفوهم معها هادي طريقتي باش كنوجد لاداند و باش كنوجد البطاطس إلا بغيتها ممقلياش شاركتها معكم مبقى اليان إلا نقول لكم سلام عليكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله